ومعنا حول الموضوع الناطق باسم وزارة الزراعة سيد محمد الخزاعي انضم إلينا من بغداد ألنبيك سيد محمد أبدأ معك بحديث صحيفة الجارديان البريطانية التي تقول أن السفينة تحمل 19 ألف رأس من الماشية الحية مستوردة للعراق من البرازيل انبعثت منها روائح كريهة أثناء توقفها في جنوب أفريقيا ما هي معلوماتكم عن السفينة؟ وهل هناك خشية من أن أبقار نافقة ربما قد تكون على متنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحياكم الله السؤال الذي تفضلت حضرتش به لربما هناك جهات معنية أكثر مني أنا متحدث باسم وزارة الزراعة من الممكن أن تكون دائرة الموانئ الجهات الخارجية التجارة لربما تكون أكثر دراية مني بهذا الموضوع ومع ذلك يعني كونوا مطمئنين بأن الجهات الرقابية في العراق سواء كانت التابعة لوزارة الزراعة أو الجهات الأخرى يعني عين ساهرة على متابعة مثل هذه الحالات وبالتالي منع دخولها نعم طيب ولكن ربما قد تكون لديك معلومات يعني بالأمس قال مدير البيطرة بوزارتكم أن دفعة مستوردة من العجول وصلت وستصل دفعة أخرى هل هذه الوجبة هي البرازيلية المحملة على متن السفينة المثيرة لأروائح في جنوب أفريقيا؟ يعني أيضا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال وأعيد مرة ثانية القول بأنكم كونوا مطمئنين ودعوة لطمنة الشارع بأن هناك جهات رقابية وأعين ساهرة تمنع دخول مثل هذه الحالات أضيف لسؤالك بأن حتى عمليات الاستيراد من أي دولة تخضع لشروط وضوابط صحية عراقية معقدة للتأكد من خلو البلد المستورد منه من أي مرض وبائي فضلا عن ذلك قيام فرق متخصصة بزيارة هذا البلد للتأكد من ذلك وعلى أن يكون هناك علاقات صحية ما بين البلدين فضلا عن ذلك تقارير منظمة الصحة العالمية التي العراق عضوا فيها متابعة أي حالة وبائية في أي بلد تكون هناك قرارات على وجه السرعة لمنع أو إيقاف الاستيراد من هذه الدولة وبالتالي أدعوكم للإطمئنان وطمئنة الشارع حول ما يدخل إلى العراق من بضائح سواء كانت حيوانية أو نباتية أو غيرها طيب سيد محمد حيننا نتحدث عن استيراد اللحوم مع امتشار أمراض المواشف في بعض الدول هل هناك قيود على منح إجازات الاستيراد وشروط محددة للماشية المستوردة لا إخواني حدثت لك هناك شروط وضوابط صحية أي مستورد يريد الاستيراد من أي دولة لا بد أن تكون هناك علاقات قائمة بين هذه الدولة وبين العراق فيما يتعلق بالشروط والضوابط الصحية لم تكن هناك تفاهمات أو اتفاقيات تقوم فرق صحية بزيارة هذه الدولة للإطلاع عن قرب عن حالة الماشية في هذه الدولة أيضا إن كانت هناك أمراض وبائية أو أمراض مستوطنة أو غيرها وبالتالي إعداد تقارير صحية تكون على درجة عالية من الرصانة ولله الحمد لم يشهد العراق في السابق دخول أي حيوانات أو ماشية مصابة أصلا دخلت الحدود لأن ضوابط معقدة وتخضع لشروط أيضا معقدة لحماية المستلك العراقي طيب سيد محمد دعني أسألك بجانب آخر كم ينتج العراق من اللحوم الحمراء ما نسبة ما يغطيه من حاجة السوق المحلية نسبة الإنتاج تخضع لزيادة والنقصان اعتمادا على ضوابط وشروط العرض والطلب نحن اليوم هذه الأيام نشى الصعود في أسعار اللحوم الحمراء تحديدا الأغنام والأبقار والأسباب التي سمعتها اللي طرحوها بعض الأخوة صحيحة نوعا ما فضلا عن ذلك وجود أسباب أخرى نحن نعرف بأن اللحوم العراقية تكون هي الأقرب إلى ذائقة المستهلك العراقي وبالتالي الرغبة والتوجه لشراها يكون أعلى من باقي اللحوم المستوردة من أي منش آخر وبالتالي هناك زيادة كبيرة جدا في الطلب على هذه اللحوم ولكن ما هي نسبة ما يغطيه من حاجة السوق المحلية يعني اليوم أنت تشوفين موسم عن موسم آخر يختلف اليوم نعيش حال الشح يعني دعيني أكملك الفكرة وبعدا اليوم نعيش حال الشح سببها توجه الكثير وهي تتكرر طبعا كل سنة مثل هيج وقت بداية موسم الأمطار اللي يوفر كميات مياه كبيرة في باديات العراق سواء في محافظة الأنبار في محافظة النجف الأشرف في كربلال مقدسة المثنة فضلا عن ذلك وجود غطاء نباتي علفي المربي طبعا يجده فرصة لتسمين مواشيه ولذلك أغلب أو جميع المربين يتوجهون إلى الباديات في هذه المحافظات التي توفر لهم بيئة مناسبة لتربية وتسمين مواشيهم بالمجان بدل أن يشتر الأعلاف بأسعار عالية هناك بيئة مناسبة لهم وبالتالي يقل العرض في جميع المحافظات نتيجة لهذا التوجه يبقون طبعا فترة الشتاء فترة الموسم المطاري بعدها يعودون إلى مناطقهم الأصلية والشهدين في هذه الفترة زيادة في العرض على حساب الطلب وبالتالي تبدأ أسعار اللحم الحمراء بالانخفاض تدريجيا مثل ما حصل في السنة الماضية بالضبط أيضا من ضمن الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار الحيوانات خاصة الأغنام يعني عندنا مناسبات مليونية سيدتي وأيضا مناسبات خاصة يعني مجلس عزاء واحد في محافظة صغيرة من محافظاتنا وهذا ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي خمسة آلاف رأس من الماشية يذبح في اليوم الواحد يعني إذا كان مجلس العزاء ثلاثة أيام يعني خمسة عشر ألف رأس من الماشية في مناسبة واحدة في مجلس واحد فمن أين للمربي أن يعوض هذه الكمية الكبيرة جدا من المواشية التي سهلكت لمناسبة واحدة وبالتالي هناك زيادة غير مسبوقة في الطلب على اللحوم الحمراء العراقية بالتالي سيد محمد ما هي إجراءات الوزارة لدعم مربين الأغنام بدعمهم ربما بالأعلاف يعني كما تعلم وكما ذكرت قبل قليل إحدى الأسباب هي الأعلاف الغالية يقول مربو الماشية كيف ستدعم الوزارة يعني حتى الأعلاف حتى الأعلاف إذا أحببتم أن تطلعوا على أسعارها يعني بإمكانكم زيارة الموقع الرسمي للوزارة الأعلاف شهدت انخفاض في أسعارها عن أسعار الموسم الماضي الوزارة فتحت أبواب الاستيراد أمام الأعلاف أيضا الموسم الحالي موسم الضراء الصفراء شهد بيع هذا المحصول كحبوب بسعر 435 ألف دينار للطن الواحد وهو أقل من سعره في السنة الماضية وبالتالي الأعلاف موجودة لكن المشكلة الأساسية في كثرة الطلب معالجات وزارة الزراعة باعتبارها الجهة المسؤولة الجهة القطاعية المسؤولة عن حماية حقوق المستهلك وحقوق المواطن المنتج سواء كان مربي أو فلاحة أو مزارة المعالجات بفتح يعني تعليق إجازات الاستيراد فتح أبواب الاستيراد من شتى المناشئ على أن يؤخذ بنظر الاعتبار موافقتها للضوابط والشراط الصحية العراقية وبالتالي حتى تسهيل عمليات الاستيراد وبالتالي اللحوم المجمدة أو المستوردة يعني حتى فتحنا باب الاستيراد أمام الحيوانات الحية لأغراض الذبح وبالتالي هي موجودة بالأسواق وبأسعار مناسبة تتراوح بين ستة آلاف دينار للحم البقر المجمد وتسعة آلاف دينار للحم الغنم المجمد وهي أسعار معقولة لكن مثل ما قلت أن ذائقة ورغبة المواطن العراقي المستهلك العراقي تذهب باتجاه اللحوم المحلية وهذه مشكلة بحذاتها وهي دعوة لجميع المستهلكين أن هذه اللحوم الموجودة هي لا تقل في جودتها عن اللحوم المحلية وأيضا خاضعة حتى تكون رسالة إطمينان خاضعة لشروط صحية معقدة حتى تم السماح باستيرادها ومن ثم دخولها للحدود العراقية وبيحها في أسواقنا ولذلك التوجه إلى شراء هذه اللحوم يعني خلال هذه الفترة التي شهدت الصعود في الأسعار إلى أن تعود اللحوم المحلية إلى سابق أسعارها بعودة المربين إلى مناطقهم الأصلية وبالتالي إن شاء الله تنتي هذه المشكلة بشكل تدريجي في وقت قريب إن شاء الله طيب في سؤال أخير يعني ماذا عن التهريب الذي يطول هذا القطاع هل من إجراءات حكومية تضع حد لتهريب الأغنام إلى دول مجاورة لا كان التهريب موجود لما كانت أسعار الأغنام في الدول المجاورة أعلى منها في العراق لربما تكون اليوم حالة عكسية هي بتهريب أغنام بعض الدول إلى العراق لأن الأسعار في العراق مقاربة لأسعار الأغنام في جميع الدول المجاورة وتحديدا الخليجية يعني فيها حالتين عملية غير قانونية لكن السؤال هل من إجراءات حكومية لوقف التهريب إن كان إلى العراق أو من العراق طبعا الجهات المسؤولة الجهات الأمنية الحدودية القمرقية يعني متابعة مستمرة لأمور يعني قصدي الدولة ليست غافلة عن أي حالة تهريب أو غيرها وبالتالي يعني الحمد لله يعني لا توجد حالات تهريب كبيرة أو بلغ عنها لكن لا ننفي ذلك إن حصلت بعض الحالات هنا أو هناك ولكن الدولة والحكومة بجهاتها المعنية بعمل مستمر طيلة ساعات اليوم لحماية حدودنا يعني مو فقط التهريب لأجل التهريب لربما إدخال بضائع غير موافقة للشروط الصحية العراقية وبالتالي هذه مشكلة أو إحداث حالات إغراق في السوق من الممكن أن تلحق الضرر بالمنتج أو المربي أو الفلاحة أو المزارع كل هذه الأمور مأخوذة بنظر الاعتبار وحدودنا يعني هناك جهات تراقبها على مدار الساعة وبالتالي إن شاء الله الأمور جيدة من هذه الناحية تبقى بعض المنافذ يعني هذه المشكلة مشخصة لديكم أعتقد بعض المنافذ في مناطقنا في إقليم كردستان بعض المنافذ الحدودية كمنفذ باشماخ هي لحد اليوم غير مسيطرة عليها للأسف وهناك دعوات من السيد وزير الزراعة الدكتور عباد جبر المالكي وعدة أطراف حكومية لإعادة السيطرة على هذه المنافذ لمنع أي حالات تهريب إذن ننطق باسم وزارة الزراعة سيد محمد الخزاعي شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا جزيلا للمشاهدة